سيادة اللي وزيما حضرتك ذكرت أنه وقت الحرب حضرتك كنت طالب لسه في سنة تانية في الكلية الحربية إيه اللي كان بيدور بينك وانتوا طالبا يعني؟ لما كنتوا بتسمعوا البيانات بتاعة الحرب إحساسكم كان بيبقى عامل إزاي؟ كنتوا بتتكلموا في إيه؟ الحقيقة يعني إحساس مليء بالفخر والعزة لما بتسمع بيانات تحقيق انتصارات العملية العبور اللي إحنا كنا حاطين قلبنا على أدينا على قلبنا تتمي ولا ما تتميش؟ لأنها من العمليات العسكرية الصعبة جدا جدا أنك تقتحم منع مائي وعليه يعني خط سطوري من النقط القوية والمحصنة عملية كانت عملية أقرب أن تكون شبهة مستحيلة فأن إحنا القوات عبرت الأبطال بتوعنا عبروا مشاعر مليئة بالفخر قادر أقول أن المرحلة دي مسلت بالنسبة لي أنا إلا من الأساسية في الولاء والانتماء الوطن تشكل جوانا كلنا شانا بس كلنا أنا وزميلي الطلبة في الكلية وفي باقي الكليات والمعهد العسكرية حالة من حالات الوعي والانتماء الوطني للدولة ودل القوات المسلحة وفخر وإعزاز وما يؤكد كلام حضرتك كمان هو دخولكم الكلية الحربية في هذا التوقيت وأنتوا عارفين إحنا مقبلين على حرب لا محل بلا شك يعني أنا دخلت الكلية الحربية سنة 72 تخرجت في بداية يناير 76 فبلا شك طبعا كل اللي دخلوا في التوقيت ده وما قبلنا كانوا دخلين بدافع وطني موجود جوا كل شاب مخلص صنوية عامة ونفسه يشارك في تحرير الأرض المصرية المحتوى